الصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بأبناء بناتي الأعزاء عبر هذا البث المباشر الذي سوف ننطلق فيه الخاص بالمناقشة الأفقية العمودية التي جاءتنا في الباك تثمرات 2012-2014-2019 نشوفو غير البث اللي لا يمشي ونحاولوه نطلق إذن الحمد لله لا يمشي إذن نحاولو لدي ننطلقو نقطة نقطة وتبعوا معنا لايف تعليكم جماعة اللي أنا لقل لي أرد ولا ما قدوش أرد وأجمع لي أنا لازم لا نخدم ذلك الشيء اللي راح موجود فأصبر إذن نحاولو ننطلقو في هذا البث ونحاول تحاولو لدي وركزو معي مليح نقطة نقطة حتى تتمكنوا من هذا المناقشة من هذا النوع لأنها قلت راهي جات ثلاث مرة في الباك في 2012-2014-2019 يعني راي كينا هي مقررة على العلمي والتقني والرياضي لعلمي كنبا ما تبقى وش كي نجمعها قالونا وما قالونا شو قالونا المناقشة دينا راي كينا كينا نحاولو إحنا يا نتعلم هذا النوع من المناقشة قالونا F دا لعددية معرفة على من على R وسي F منحناها البياني ومثل كي ما راكم تشوفو فينا ها هونا طالعة هابطة طالعة خليت واحدة القيم هنا يا إيبانو لأننا نحتاجوه اللي راي يقولي يا شخرا يفلو را عندك فلو را عندي أنا قدامي اللي راي يمشي الحمد لله يا ربي قال ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي عدد حلول المعادلتين المعادلة اللولة هي F لX تسوي F لM وعندنا واحدة أخرى F لX تسوي F لقيمة مطلقة لM ناقص 4 تبعو هنا ولادي نقطة نقطة كيفاش نتعلم نحل مناقشات من هذا النوع سميناها مناقشة أفقية عمودية دركنوا نشوفوا علاش أفقية عمودية لأن احنا عندنا فرياضيات ولادي عندنا X والF لX عندنا دائما أي نقطة عندها فاصلة تها X والترتيبة تها X لها الصورة هذه النقطة الأولى شوفوا معي مليح هنا في بلاسة X وش عندنا؟ عندنا M هذه واحدة يعني M وF لM لاحظوا معي مليح يعني في بلاسة X كيم M أولا لو نشوف معي وتركزوا معي مليح ولدي كيفاش تتعلموا هذه المناقشات ما هي قيم الـ F ل X؟ قيم الـ F ل X أكيد تكون على محور التراتيب وقيم الـ X دائما تكون على محور الفواصل تبعوا معي مليح إذن مناق محور التراتيب مناق محور الفواصل لو نجي نشوف على ما سميناها أفقية عمودية شوفوا معي مليح وشوفوا معي مليح كلمة أفقية أي واضحة هاي هنا أفقية أفقية هاي تمشي هكذا علي سميناها أفقية؟ أولا لأنه قلنا المناقشات الغير مائلة والغير دورانية هي اللي في هذا الجهة مننا مكاش X كيفاش؟ مثلا لو نجي نقول F لـ X تساوينا M مربع وF لـ X تساوينا X زايد M مربع وF ولا نخلوه أغيق أم ها بما تخلطيكمش وF لـ X تساوينا M X شوفوا لعدي لما نضع هذا الجهة مننا نشوفوا لعدي هاي راهي أفقية كما نقول لحنا ما كاش فيها X هذه فيها X لكن القيمة المضروبة في X ثابتة وغير معدومة هاي تولي مناقشة مائلة هاي فيها X لكن العدد اللي مضروفه في X يتغير يعني معامل التوجيه يتغير معناه يبدأ الدور هاي دورانية شوفوا يعني فرق هاي أفقية هاي مائلة هاي دورانية الآن كنجو نشوفوا لهذه لهذه ذركة ثاني كنجو نتابع عليها أفقية له ما عناش مننا في الجهة X كذلك هذه هذا الجهة ما فيهاش X إذن داين باللي راهي تمشي أفقية هاي النقطة اللولة صاحة نجو ذركة نبقاو مع المثال التاعنا بما تخلطناش الأمور نبقاو قلت مع المثال التاعنا بما أن هنايا راه عندنا غير F ل M ما كاش X معناه راهي تمشي أفقية خلاص يعني هذه راهي بوضعية أفقية لكن الشيء اللي نعرفوه باللي ها هي وينا شوف ما عامله ها هي وينا F ل M لكن احنا نعرفو باللي F ل M قلنا راهي في بلاسة ال F ل X يعني راهي تمشي القيم بتوحة هاكذا كيما هنا F ل X راهي ناقص واحد يعني F ل M شعر راهي ناقص واحد هنا F ل X راهي صفر معناه F ل M راهي صفر هنا F ل M F ل X شعر راهي راهي ثنين F ل M راهي ثنين ورام يمشو هاكذا اللي لازمكم تديروها في ريصانكم باللي X يمشي هاكذا هنا X مثلا شعر راه شوف ما عاليا لا سميتها عمودية هنا X راه ناقص ثلاثة هنا راه ناقص ثنين هنا راه ناقص واحد هنا راه صفر هنا راه واحد هنا راه ثنين هنا راه ثلاثة هنا راه ربعة وراها رايح كيفاش أفقية عمودية عليها семيتها أفوقية عمودية الأفلي أم تمشي أفوقية لكن الأم التعي يمشي كما الإكس كما هنا أم شعر ره ره ثلاثة هنا هكذا ره مناقص ما يمشي هكذا إذا نتفكروا باللي هذا هو في بلاسة الإكس ره الأم يعني مناقشة أفوقية عمودية إذا صبحت لنا هذه الوضعية التحى أفوقية وهذه الوضعية التحى عمودية لها سميتها أفوقية عمودية ما تسموهاش عمودية أفوقية هذه صبحت كما التركيب أفلي إكس إكس أفلي أم أم يعني نمشي قبل مع الأفلي أم ومن بعد يظهر رنة أشكون أم باش تفهموا الفكرة مليح 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 الآن رحل ننطلق إذن هذه رنة فقنا لها بللي هذه مناقشة كيفاش أفوقية عمودية الوضعية التحى هذه أفوقية أما أم يمشي عمودية هكذا خلاص در كل أمور بدأت تتوضح مليح مليح صحة نبدأ والآن وننطلق ها هي وين وين بدأت العصة الأفوقية اللي هي هذية أفلي أم وهذه تفكروا باللي أم شوف ها كنت قطع وحيد ها هو هناك شوف شوف لكن هذا رنة يمشي معاه شوفوا رنة يمشي معاه دايما في أي بلاس نحبسه اكس أفلي اكس أم أفلي أم ها شوفوا 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 حتى نحبسوا له هلش نحبسوا له يا أستاذ لأن هنا غير نحبس يبدأوا زوج واحد زوج نبدأوا بالحالة الأولى واشنه هي الحالة الأولى أفلي أم منين تقلع أف إذن واحد أفلي أم يسترطع أفلي أم راه يقلع منين قلع تمنى من ناقص من النهاية حتى لهذا القلاصة سمام منين حتى للناقص واحد أفلي أم قلع تمتحت حتى حبسته نام هذي أفلي أم الآن دركم منين جا شكون اللي يقول لي ولادي شكون اللي يقول لي أم منين جا نستعرض بيها اللي لا يقول لي ما يشتبه نكون يكسيو عندك شكون اللي يقول لي أم منين جا بانعرف ولادي بلي رهم يتبعوا هيا تشوفوا جماعة الخير أم منين جا أم شوفوا تبعوا غبا لأقال بها تعلموا ها شوف رابوا عليكم ها شوفوا كل ما يطال عادي هذا لا يتحرك هذا منين راجي هذا راجي من ناقص ملني وهذا راجي من ناقص ملني يمشوا معه بعض يمشوا معه بعض يمشوا معه بعض حتى الحقق الله سما أم ويصبح أم أصبح أقل من ناقص ثلاثة هذا المنحنة ما تنسوش باللي رهم أزال هبط هار كل ما يمشي لأخو راه يمشي معاه يمشي شوفوا ركزوا لي على هذه شوفوا حتى يلحق الله سمام نينجا جامل ناقص ما يلحق بالناقص ثلاث صحة هناش عنا عندنا منحل عندنا حلا وحيدا علاش حلا وحيدا يا أستاذ لأن تقاطع وحيد آه نحبسوا دركولا دي هنا هنحبسنا هنا شوفوا آفلي آم راه يحبس عند النقص واحد آم وين يقول لي ها هو واحد وها هو الثاني ما تنسوش قليه هنا يقولونها ما شي مرة ها هو واحد وها هو الثاني الآن دايما ندروا الإسقاط على محورة الفواصل ثانيا آفلي آم تساوي ناقص واحد آم شا يدي يا يدي ناقص ثلاثا يا آم يدينا واحد ها هي واحدة وها هي الدوزية حلان أحدوهما مضاعف علش يا أستاذ لك تقول مضاعف لأن هنا يلمس طارة بتاعي الأفو يا را يثمس كلمة ما ماس ليس هي يقطع فنقول حلا مضاعف علش را يمس هنا غالولاد را يقطع صحنا مش يقطع را يمس ورا نقولها ألف آم را يقطع لا تساوي مس صحا نزيد ننقلع هذه هي تقريب الحالة الصعيبة اللي نحب أولادي وابناتي ركزوا اللي فهمتوها خلاص هنا يا خلاص تفهمنا أستاذرى عننا زوج ها هو واحد وها هو واحد هذا حل سالف وحيد وهذا حل مجب مضاعف سمحوا لي هنا آم اثنين سمحوا لي أنا غلط نعم نعم آم اثنين براظو صح وليدي آم اثنين خطأ مطبع الله يفتع عليكم صح نظروا كان نجو نكملوا ونشوف شوفوا شعلوا وعننا منتقاط عصروا واحكم ها هو واحد وها هو الزوج وها هو الثلاث نزيد نطلعها شوي شعلوا اللي هو ها هو واحد ها هو الزوج ها هو الثلاث شوفوا معنا مليح يعني ثلث تقاطعات معنا كأن ثلث مصطرات عمودية نزيد نتقدم شوي ها هو واحد ها هو الثاني ها هو الثالث نزيد حتى الوين حتى الوين ما نحبسه نعم سمع من نقلع المصطرة هذه الأفقية من نقلعت من ناقص واحد للثنين ثالثا آف لآم محصور بين الناقص واحد واثنين اللي نعرف وزاعين فيكم يقول لآم منين يعود اللي يقول لآم منين يعود نتحيلوا ثلث حولوا الكين ثلث حولوا لها هم شوفوا لدي ها هو واحد الزوج ثلاث لكن الآم منين يعود شخص يقول لآم منين يعود نستعرب به ها يتشوف يا شطار ها المصطرة العمودية منين تقلع تقلع المجلة وشوفوا لدي تقلع من راي تتحرك 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 حتى توصل لها هنا والمصطرة العمودية والمصطرة العمودية تقلع تقلع عيكم من هذا المكان وتجي تتحرك 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 حتى توصل لها هنا والطرواز يمنين تتحرك تتحرك من تتحرك تتحرك حتى توصل لها هنا شوفوا نبدو زيان كي نبدو من ها بدا يتحرك 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 تتحرك تتحرك حتى الحق له سما واحد نطالق من له واحد نطالق من له والاخرين شوفوا ها بدا يتحرك يتحرك عموديا يتحرك كي يوصل هذا هنا هذا يوصل هنا سما واحد صباحنا صباحنا آم آم اللول من ناقص ثلاثة من ناقص واحد من ناقص ثلاثة من ناقص واحد مجال اللول المجال الثاني من ناقص واحد الاثنين من ناقص واحد الاثنين المجال الثالث كان عن ثلث مجالة ها هي المرحلة اللولة وها هو ستيلو الثاني وها هو ستيلو الثالث آم يصبح أنه منين يصبح أنه من ثنين لمن لربعة يا جمعة راني عاود نفهم في أولادي قلت لا 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 ما تقولوش أها لي راه يقول من ناقص ثلاثة للربعة راه غالط علىه في ذي المناقش أولادي تبعوا لازم تأيذيته وحد الحاجة القيم الحدية المحلية لازم تأيذيته هركزوا 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 جمعة اللي راه يقول من ناقص من ذا الماكان هذي الماكان راه غالط علاش شوفوا معي شوف أشتع الممليح نجو غير هذي الحالة برك ها هو واحد جاي مننا وها هو واحد جاي مننا شوف 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 هنا وش يصبحوا كيت الحق الميس طارتتا هنا يقولوا ستيلو دوبلي يقولوا زوج مع بعض يقول لي حل مضاعف يعني لازم تأيذيته هذا القيمة الحدية كيمة الساع لازم نأيذيته هذا القيمة الحدية لازم للزوج نأيذيته هذا كذلك هذا يقترب من وهذا يقترب من شوف شوف تأيذ صبح صبح المضاعف لازم تأيذيته يعني شعلت صبحنا من حالة ثلث مجالات واحد واحد ينطالق مننا حتى له والاخرين ينطالق مننا حتى له والاخرين ينطالق مننا حتى له لازم نأيذيته دائما قلت القيمة اللي تلاقوا فيها استيلوة الزوجي واللي حل مضاعف صاحة هنا نقول ثلاث حلول كيف هي متميزة متميزة ثلاث حلول لأنها تلتقى طوعة وتحية خاصة الجماعة اللي يتبع من قلبها ما هيش بقية يعني تحكي ولا تجمع ولا خرج الموضوع واش نقول لكم نقول لكم كيم ربي سبحانه صاح نجو الآن للحالة الثالثة والهدي الحالة الرابعة ها هي المستارة الأفوقية ها هي المستارة الأفوقية وها هي هنا العامودية شوف كين حرسو هنا ها هو حل مضاعف لأننا رأنا في القيمة الحدية وها هو حل وحيد رابو رو كان جو رابعا آفل آم تساوينا كم تساوينا اثنان الآن مش عادي يكون ولادي ها هو آم وها هو آم لأن آم يمشي هاتذا يقول لنا آم يساوينا ناقص واحد أو آم يساوينا كم يساوينا أربعة هنا يا حلان أحدهما كيف هو مضاعف لش يا أستاذ مضاعف لأن واحد كي يتبع المستارة التعيجية هنا الفوق قلنا هنا رأي مسمو وشي يقطع معنى رأي حل مضاعف صاح أولادي تبعوا 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 بتعلم صاح خلاص بعدها يا يولاد ها هي المستارة الأفوقية بدأت تتحرك العامودية تمشي معاه شوف ها هي بدأت ها هي بدأت تتحرك والأخرى بدأت تتحرك المنحنة ما تنسوا وشها طالع كل ما تتحرك الأخر يزيد يتحرك سما المستارة ها هي الكبيرة ها هي تقلع منه تطلع خامسا آف لآم كبير على أمن كبير على ثنين آم منين يصبح يا الولاد ها هي قلوا للولاد آم منين يصبح ها هي أثلي آم منه وراحت آم قلنا منين ها هي أثلي شطار لجابة اللول لديكاس برافو أنيس برافو أكا أفتح يا ريدي آم يصبح آم منين يصبح منه ويروحك لأن هذا كل ما را يتحرك الأفوقي را يتحرك معه العامود سما تصبحنا آم أكبر منين من أربعة حلا وحيدا ها نكملنا أولادي إذن هذا المناقش ونوصي أولادي دايما تعلموا تخدموا بالمتبينات ما تخدموش بالمجالات أفضل لعله لأنه يدركون جول المثال هذا الثاني ليخدم بالمجالات راح يباصي أحي مشكلة تعلموا تخدموا بالمتبينات ما ما تلابتوا عينا معا لهم يخدموا بالمتبينات علىه تخدموا بالمتبينات ما فيه مش مشكلة من بعدك تصبح فيها التربعات ولا قيمة مطلقة ولا الجذر ولا ما فيها حتى مشكلة آه صاحة هذه مثلا أننا تعلمنا خلاص مناقشات كيف هي واش معنى تهمت ميزة متميزة معنى هوليدي ما هيش متساوية هذه كلمة ثلاثة حول متميزة يعني هذا قيمته وهذا قيمته وهذا قيمته مختلفين هاي والله صاحة أو نقول فيه كلمة أخرى واخد العام داروها لنفل بارك دومي الديزناف ثلاثة حول متميزة أو مختلفة مختلفة كي تسمعوا كلمة مختلفة ما تظنوش رانا قاسدين كلمة مختلفة ولدي معناه في الإشارة مختلفة يعني في القيمة هذه هي في القيمة صحة بعدما أنهينا الآن ما الحالة هذه رايح ننجو للحالة الثانية إذا كانوا فهمتوا الحالة اللولى الحالة الثانية ما وش فيها مشكل في الحلول مشكلة تحفيقية مهم صحة نجو للحالة الثانية A في X يساوي النا A في القيمة المطلقة لأم نقص أربعة أولا هذا يطيح في الباك هاي رجي في الباك هاي صحة إذن قلت A في X ساوينا A فيها مجمعها طاحت ثلاث مرات في الباك ما تقول إلا سهلة لما يسهلة إلا تجي في الباك لما تجي سجي ثلاث مرات جاء ثلاث مرات خلاص صحة إذن الآن نجو للمناقشة الثانية إذن الأفق هذه سمينها أفقية عامودية شرحت لكم مع له هذه أفقية والإكس أصلا في المعلم نقول مستقيم عامودي مستقيم عامودي إذن عامودي خلاص صحة نجو الآن إلى الحالة الأخرى أفلي إكس ساوينا أفلي القيمة المطلقة لنقص أربعة شوفوا كانت عندنا في اللوال هاي المسترة هاي وينو الأفقية كان مكتوب فيها يا لولاد أفلم لأم ضرق صبحت مكتوبة فيها أف خلينا إجراجي شاوي أفلي أم هنا تصبحت لنا أف للقيمة المطلقة لأم ناقص أربعة هذا لا يتحرك سمى هنا تصبح لنا إذن مكان القيمة المطلقة لأم ناقص أربعة القيمة المطلقة لأم ناقص أربعة في ذي المكان كانت عندنا أم تصبح القيمة المطلقة لأم ناقص ركزوا معي ناقص أربعة كيما راهم هذه الأماكن اللي رقم تشوفوا فيهم كامل في كل بلاس انتع أم نعوضوا ب القيمة المطلقة لأم ناقص أربعة شوف أتعلموا الفكرة صح معناها تصبح لنا هكذا أما عدد الحلو المشاريع سيتبدل ما راح تبدل والو اللي راح يتبدل هما هذا الكلام اللي قلته هنا تصبح لنا شوفوا معي مليحوا بأننا هادروا القيمة المطلقة لأم ناقص أربعة تساوي تساوي ناقص أربعة اتوقعوا معي هكذا نجوه هنا كذلك في كل مكان القيمة المطلقة لأم ناقص أربعة القيمة المطلقة لأم ناقص أربعة هنا نفس السيناريو قيمة المطلقة لأم ناقص أربعة هنا كيف كيف القيمة المطلقة لأم ومبعدكم نشوف لحيسة قيمة المطلقة لأم ناقص أربعة القيمة المطلقة لأم ناقص أربعة هنا كيف كيف القيمة المطلقة لأم ناقص أربعة تساوي النقلين هنا كيف كيف قيمة المطلقة لأم ناقص أربعة القيمة المطلقة لأم ناقص أربعة هنا كيف كيف قلت لكم في كل مكان أفلي القيمة المطلقة لأم ناقص أربعة وهنا القيمة المطلقة لأم ناقص أربعة خلاص هذه يا أستاذ فهمناه في كل مكان ركتبول كانت عندنا أم صبحت هنا القيمة المطلقة لأم ناقص أربعة وهنا القيمة المطلقة لآن ناقص عفوا ناقص أربعة هكذا ولكن الشيء الأصعب هنا كيفاش نحو رمز القيمة المطلقة هذا هو المشكل في ذي الحالة هذه هي وهذه عدد الحل ما يروا فوتوش حل وحيد حلان علىه لأن يبقى التقاطع هو هو هنا هنا حل هنا كين زوج هنا ثلاثة هنا حل ليل وهنا حل الواحد التبدال ما يتبدلوش اللي رح يدلنا مشكلة يا الولاد هو القيمة المطلقة هذا من توشوش بصحاه اللي نكملع ماهل حساب لي أنا وقال لي ناقش حسبا قيم الوسيط حقيقي صحا نجو يا الولاد رجع هذا من بس شوفوا شا حيصر الله يفتع عليكم قيمة المطلقة قال لي أن ا Allies 4 ناقش حامنا سبحانه pent slash miss・・ ناقش ثلاثة زائد أربعة ما هي تعطينا تعطينا هذا الرجع هنا سبحانه شعال شي ثلاثة ذكر في التف Flame هنا نفس السيناريا نزيد هنا 4 هناك نزيد 4 هناك 1 ومن هناك نزيد 4 ومن هناك نزيد 4 شاعلت تقول لي تقول لي 3 أجمعها تبعوا نعود نقول كانت هنا ناقص 3 ناقص 1 نزيد هنا 4 هناك نزيد ربعا 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 تعود 6 هناك نزيد ربعا تعود شعال تعود 2 تعود 3 تعود 3 نجو اللي هنا نزيد هنا ربعا تعود 8 نزيد هنا ربعا تعود 6 أقعدوا معكم رقم الله نزيد نجو هنا نرجعوا هذا من ناقص ربعة رجعوها منا مع ثلاثورة ولينا هنا ثلاث هذا رجعوها منا شعال تعود تعود ثمانية هذا نص سنة لو رجعوها منا شعال يعود يعود ثمانية هذه خلاص تفهمنا عليها أستاذ رأيك نحية الأعداد اللي كانوا هنا كامل اديتهم الجهات النملي ثم بعدها اللي رايح أدلنا كامل مشكل خاص بالتقنية والعلميين والتقنية والعلميين وماتيلة كامل جمع راني نقوله صاحب الآن نذركا عندنا هذه الخواص تعقيمة مطلقة لكم نسيتوهما الولاد نفكركم بيهم شوفوا ايش دم هما عندنا واحد الخواص اللي محفظ طنش لك احد دفع الثمن غالي عندك الخاصية القيمة من الخواص هامة أو مهمة وغير حفظهم هذا عندنا أولا من القيمة المطلقة دائما في الرياضيات شيئا موجب الخاصية رقم واحد القيمة المطلقة لام تساوينا ا مع ا هذا في جاعتنا في الحالات موجب فإن اام يساوينا ا ا وام يساوي ناقص ا هذه الخاصية رقم واحد الخاصية رقم اثنين القيمة المطلقة لام أصغر من ا ناقص ا و ا أم تطلب عندي هنا حفظتهم ولمكم يحفظوا اسمه واتهم دب الراسة تحفظهم ولا نظمة قراش ثالثا القيمة المطلقة لآم أكبر من آ فإن آم أكبر من آ أو آم أصغر من ناقص آ شو عليهم؟ الروح للرابعة هي الصعبة قع لهي القيمة المطلقة لآم محصورة بين آم وبي مع الآم والبي أعداد مجابا فإن آم آم محصورة بين آ وبي أو آم محصورة بين ناقص آ عفوا بين ناقص آ وعفوا بين ناقص ب وناقص آ شوفوا ينعكسه هذا الروح خواص يتحفظهم ينهار من نهارة تسيبوا الأمور هذي يطيح لكم مرات في المشتقة مرات في التركيب مرات في المناقشة تخلوا ذيك بلاسة وتروحوا تخلوها كما ذي مناقشة تقيمة المطلقة تحت في الـ 2017 لسيونتي فيك رغم ما يعرفوش خواص قيمة المطلقة ما يعرفوش يجاوبوا هذا ديروا حسابكم مجمع ديروا حسابكم باللي هذا الخواص الأربعة تحفظهم كما حفظت سمك دب الراسك قرأ يدي راهاك هذا لنصح كما بعد سمي مباشرة نبدأ ونطبق ذلك هنا شوفوا معي يا quebrados القيمة المطلقة لئام أقل من واحد شكولون اللي يقول لي وين هي الخاصية اللي نطبقوها هنا تشوف هاي هام عنكم هنا ولادي واحدة زوج 3-4 القيمة المطلقة لئام أصغر من واحد شكولون اللي يقول لي وش معاها أقول لي غير رقم برك هاي سكون نطبقو الواحد ولا زوج ولا ثلاثة ولا الربع هاي تشوفوا لدي شكولون اللي نطبقوها براه نطبقو ذي سما تصبحنا هنا ومنهم هنا نقول أي اام محصور بين ناقص واحد وواحد ونكتب حلا وحيدا الحل ما تبدلش قيم اام هاي تبدلت قيم اام تبدلت براه نجوذر كل ذي هاي هاي الولاد شكولون اللي يقول لي خلاص الحلان اللي نكبضناه عرفنا باللي هنا كين حلان صاح أحدهما كتبنا هنا أحدهما مضاعف شكولون اللي يقول لي يا الولاد هنا واش من خاصية نطبقو؟ واشنين الرقم التاح هنا هنا هاي في الحالة الثانية هاي صحة ولادي شكولون اللي يقول لي براهو صحة ولادي هنا يروح نطبقو الخاصية رقم واحد يعني يصبح هنا اام يا يدي واحد ولا اام يدي ناقص واحد هذين طبقوا عليه هذي او اام يدي ستة او اام يدي ناقص ستة والحلول يقعدو كما رهم ما يتبدلوش نجو لهذه يا شطار هذي واش من خاصية نطبقوها عليها هذي نعرف من زعامة واش من خاصية نطبقوها والا هذي نطبقو عليها الخاصية رقم ربعة لكن ما تنساوش بللي رقم ربعة كان حالتي تسمى هنا يولو زوج مرات وهنا زوج مرات وهنا زوج مرات واللي هنا ستة حالات باش نوصي ولادي مليح علش يا أستاذ قيمة مطلقة كي تكون محصورة بين عددين كيفاش تنحى تنحى بالحالة ذي والحالة ذي يعني كيفاش نقول هنا خلاص ثلاث حلول متميزة أو مختلفة لكن آم نكتبوله لدي وين يعود إما آم يعود بين الواحد والثلاثة أو بين الناقص ثلاثة والناقص واحد هاي لكم بين الآ والبي ولا الناقص ب والناقص أ أو هذه آم بين الثلاثة والستة ولا الآم بين الناقص الستة والناقص الثلاثة أو آم بين ستة وثمانية أو آم بين ناقص الثمانية وناقص الثلاثة شوفوا يا الولاد شو شعر من المجال خرجناه ومن بعد نكتب ثلاث حلول تبعنا بدوخ لكن يجازم تتعلمهم وغيرت تتعلمهم مرة زوج خلاص يعود ذو الأمور بنسبة لكم أمور بادي هي يعني ما شرح يتخافون منها بالعكس تقول سيبوا أنا فهمتها خلاص صح نجول وثمانية أو آم يسعينا ناقص ثمانية حلان أحدهما مضعف وكانجول ذي عايش كولي يقول لي هذي وش نطبق عليها وش من خاصية يا أولاد من الخواص المهمة هايشو الحب أولادي وش من خاصية من الخواص المهمة اللي نطبقوها هايشو يا شطار برافو نطبقو هذي كلاته القيمة المطلقة لآم أكبر من آ القيمة المطلقة لآم أكبر من ثمانية فإن رأنا في هذه فإن آم آم أكبر من ثمانية أو آم أصغر من ناقص ثمانية حلا وحيدا ها نتعلمنا يا أولاد عدد الحلول نعود نقول لأولادي وابناتي باللي ما تبدل لا في ذا الحالة لا في ذا الحالة حل حلان ثلاث حلول حلان حلا وحيدا ما تبدلوش اللي تبدلونا هنا كي جات فيها القيمة المطلقة جاونا هذا الربع خاوة واحد سوج ثلاثة ربع وحن نحفظه مع بعض زينا سهلا ما عليكم فاشتح حفظهم إلا خفتم أحفظهم برقم خمسة شوفوا القيمة المطلقة لآم تساوي خمسة فإن آم يساوي خمسة وناقص خمسة وانبعد القيمة المطلقة لآم أقل من خمسة فإن آم محصور بين خمسة وناقص خمسة الآن القيمة المطلقة لآم أكبر من خمسة فإن آم أكبر من خمسة وأصغر من ناقص خمسة القيمة المطلقة لآم محصورة بين خمسة وستة خمسة وستة فإن آم محصور بين خمسة وستة أو آم محصور بين ناقص ستة وناقص خمسة ناقص ستة وناقص خمسة هاني حفظتها الآن بوش حفظتها حفظتها بالعدد الخمسة بتسهل لي فقط أنا عندي ثانية طلبة أقول للتلاميذ عندي حفظتها لهم بالعدد الخمسة بما ينسوا هالناش هذا هو التمرين التعناه هو التمرين رائع أستاذ ما من فضلك ما الجديد في كتوبك تابت على الدوال زدنا فيه زدنا فيه الدروس بس كما كانش فيه الدروس زدنا فيه دروس وزدنا فيه تمامين شاميلة معالي باك اجدد اسمه خرج نسخة كبيرة إن شاء الله هذا الأسبوع برب العالم العظيم رائع أخر الجنة كذلك إن شاء الله الأسبوع هذا إلى حيانا ربنا ننطلق في نهار الاثنين أول نوفمبر نكون في دالي إبراهيم في الجزاء العاصمة لإنجاز دورة ملاجعة حول المحور الأول اللي هو الاستمارية والنهاية مع الدوال ونحاول إن شاء الله تكون رانين بعد نشر أرقام الهواتف مرحبا بكم ولادي وبنتي إن شاء الله وبقية الولاية واحدة أخرى إن شاء الله نحاول نظم دورات برب العلي العظيم مع تحيات الأستر نوردين ولا تنسونا بالدعاء لنا بالشفاء العاجل إن شاء الله ولا تنسونا كذلك بالدعاء لعوكم الطاهرة مع تحيات الأستر نوردين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورحمة الله تعالى وبركاته